فشايف ان المباراة المقبلة مع سينبا التنزاني هي مباراة نتجتها لن تؤثر بأي وضع من الاشكال في الترتيب المجموعة كأول وثاني لكنها مباراة مهمة بالنسبة للنادي الاهلي لابد للنادي الاهلي يعيد السقة لنفسه لجمهوره يؤكد على ان هو الاقوى وان اللي حصل فيه الخمس مباراة اللي عادة امر عادي جدا وانك انت خدت تلات نقاط او لا اذا انت لازم تتبقى توصل لتلات نقاط دولة وتتوصل لرسالة 11 نقطة علشان تخش بشكل قوي جدا على مرحلة الاقصائية دور الربع النهائي داخل على مرحلة صعبة هتواجه الكبار فعملية مش سهلة جدا بالنسبة لك يعني لازم هذا فيكون واضح هذا فيكون محدد الفوز بنتيجة باداء بسكور من الاهداف لو امكن ده يبقى كويس جدا فرقة سينبا بصراحة فرقة كويسة عدد اهداف جابوا عدد اهداف لكن يبقى كمان عملية الريفنج دي الفرقة الوحيدة لكسب وبالتالي في دوافع كبيرة جدا انت معاك من معاك المريخ في المجموعة معاك سينبا هو سينبا حمل تفاوك كسح على الفريتين دول وكسبك فوصل للتلاتاشر نقطة يعني ووصل لهذا الرقم من الاهداف كل ده شيء مقبول وشيء جميل وفرقة شابة وطموحة لها كل التقدير ولها كل الاحترام لكن النادي اهلي هو ملك افريقيا هو سيد افريقيا هو المتصدر هو التسع القاب هو الليهي في القرأة الافريقية اللي لابد ان النتيجة دي يعني تؤكد عليهم في نادي اهلي القدرة في نادي اهلي قد الأول اللي يجي عندها كنا فقيرة واتحاعلها نتيجة كبيرة جدا وقداء كبير جدا دل احنا انتظروا بنا دل اهلي